المساء الخير الحكومة الطيبة الله يخليها لنا أعدت وثيقتها الاقتصادية وكان أحد محاورها شنو إعادة تسعير الخدمات إعادة شنو إعادة تسعير الخدمات أعيد الكلام الحكومة عدت وثيقتها الاقتصادية كان أحد محاورها شنو إعادة تسعير الخدمات الكامل القرارة شنو رفع أسعار البانزين وهذا الأمر أو هذا البند رح يوفر على الدولة بحدود 500 مليون دينار كويت سنويا والحكومة تصرف ماء مقدارة 3 مليار دينار على جميع الدعمات في هذا البلد وأنا في اعتقادي صح نقول صح؟ نعم صح لكن تعالوا نحسبها الحكومة اليوم وفرت 500 مليون لكن بنفس الوقت نشوف روافد الهدر في المال العام وخاصة في بند العلاج بالخارج هذه السنة تم تخصيص 150 مليون دينار كويتي فجأة خلصت خلال 24 150 نادت وزارة الصحة الحقونة نبي دعم تكميلي مالي ما يقدر 250 مليون دينار كويتي 250؟ نعم 250 دينار حتى نقدر نواجه العز نتيجة العلاج بالخارج كأن الكويت ما فيها مستشفيات تقول لهم المالية؟ لا يبقى ما كون 200 وخمسين رح نعطيكم 150 مليون دينار كأنها 150 فلس عساس يستكملون يعني بالمختصر العلاج بالخارج يكلفنا هذا السنة 400 مليون دينار كويتي والدولة من خلال رفع الدعم عن البنزين 500 مليون دينار هل تحقق الإصلاح الاقتصادي؟ الإجابة لا ما تحقق الإصلاح الاقتصادي أنا أقول وين العدل بين المواطنين في موضوع العلاج بالخارج؟ فيه شغلة ثانية الحكومة تدعم الغاز لإيكويت ويباع لهم ما يقارب من دولار دولارين حسب سعر السوق في مقابل أن هذا الغاز الكويتي ينباع بالخارج ما بين 6 ل 8 دولار يعني الدولة تدفع من جيبها إلى إيكويت ما يقارب 5 ل 6 دولار دولار دعم للغاز لإيكويت وين الفايدة؟ صرح وزير النفط السابق على العمير وقال إن إيكويت تربح ما يقارب المليار دولار الحقيقة ربح من جيب الحكومة ما هو ربح ما هو إلا ربح وهمي وليس حقيقي والربح يحصلون من الدعم اللي تدفعي الحكومة على الغاز على الرغم إن الحكومة تعطي سعر الغاز وزاة الكهربة بـ 12 دولار تبيعه بـ 12 دولار إلى وزاة الكهربة وتعطيه لإيكويت بدولار ودولارين وين العدل في هذا الموضوع؟ دفعنا أكثر من 2 مليار دولار إلى الداو كيميكل وما عرفنا ليش دفعنا 2 مليار وليش دفعنا 2 مليار أنفقنا أكثر من 9 مليار دينار على خطة تنمية سابقة ما بين 2010 إلى 2013 واللي صرح بالكلام محمد الملة اللي صرح فيه رولة دشت الوزيرة السابقة قالت صرفنا بحدود 8 يابون 9 مليار دينار على المشاريع اللي طرحت دورنا المشاريع ما حصلناها ولا لقينا وين صرفت ما يقارب 9 مليار دولار من 2010 إلى 2013 الهدر ما زال مستمر في طرح المشاريع ذات التكلفة العالية وتدفع من المال العام ما زالت الدولة تدفع فلوس تأجير مئات السيارات للقيادين والوزراء الوزير ما يهم إذا رفع سعر البنزين لأن الدولة تعطيه سيارة وكرت وكل قياداتها عندهم سيائير وكروت ليش ما وقفنا البند هذا؟ هذي كلفنا ملايين هذا مهدر للمال العام لعمال إضافية الوهمية الفساد الإداري في الدولة يكلف الملايين الحكومة وزعت قسائم زراعية وصناعية ويواخير لتنمية زراعية وصناعية تصرف عليها ملايين وين المردود المالي؟ من ورها القسائم ولا شيء تنفيع أو يستفيد منها أصحاب هذه القسائم ما تحققت الرؤية أن توفر الكويت للمواطنين الثروة الزراعية والصناعية والأمن الغذائي والزراعي كل الأموال التي تصرف عليها تذهب لجيوب الحكومة بكل أمانة ولا تزعنوا مني يا بعض الوزراء فشلتوا في قضية تنمية الاقتصاد والدليل على الفشل أنه اتجهنا إلى موضوع الدعومات وهذا مو يصراح اقتصاد هذا يرهق جيب المواطن واليوم الأسعار كلها ارتفعت في السوق والكل يلاحظ ارتفاع جنوني وانحرك جيب المواطن والكل مقهور خاصة أصحاب المعاشات المتقاعدين والأرامل واللي معاشاتهم أقل من ألف دينار والكل صار يفكر شون يصرف الدينار أقول للحكومة اللي ما زالت تبيع أحد أصول الدولة وهو النفط والذهب الأسود فشلنا في تنويع مصارد الدخل للبلد وين فتح مجالات الاستثمار في الكويت ليش ما نخلي القطاع الخاص والتجار الانظاف اللي بيشتغلون في البلد يبنوا الجسور يشؤون مدن صناعية وسكنية يستثمرون في النفط ويبنون المصانع الكيماوية يبنون المطار ينشؤون متر الأنفاق والسكك الحديد يستثمرون في فيليتشا والجزر وبذلك نوفر فلوس البند الأعمال الإنشائية من بند الأعمال المشاريع الإنشائية وين فتح المجالات في البلد وين مجالات الترفيه في الكويت البلد مغلقة كأنها مرسومة لناس واحد يتحالف مع الآخر هذا الموضوع يذكرني بقصة تاجر الأسلحة الكويتي اللي يتباهي دائماً ويتحالف مع فلان وفلان حق شنو يسيطر على بعض النواب وعلى بعض المسؤولين في الدولة لمصلحته عشاس يملك المليارات مشكلتنا بالكويت في الصراع الكراسي الكل اللي يريد أن يصبح عم وغني ما حد يفكر يعطيها الوطن ما حد يفكر يبني وطن ما حد يفكر يصدر قرار لمصلحة وطن اليوم المواطن الفقير حقاً يزعل على زيارة زيادة البنزين لكن في المطلوب من الحكومة أن يتوقف الغلاء الفاحش اللي انتشر في الطعون قبل ما أختم بقول قصة أو بقول شغلة الحرامية نوعين حرامي فقير في حرامي فقير إيه في حرامي فقير خايب يبوك تلفونك يبوك نظارتك يبوك قلمك ساعتك سيارتك أما اللص السياسي يسرق مستقبل وطن وأحلام وطن وبسمة وطن وضحكة وطن وجيب مواطن يسرق مستقبل دولة مع واحد فاسد من ذلك اللص العادي يختار الضحية أما اللص السياسي للأسف في بعض الأحيان نحن كشعوب نختار هذا اللص السياسي ونصدق شذبته وهو في الأصل يسرق من تحت الطاولة على حسابنا إحنا وحساب دولتنا يوظف ناس جنبازية يهاجمون كل شي طيب في هذا البلد من أجل شنو؟ من أجل أن يكبر جيبة ويصبح عم والصراع عزاء المشاهدين وأقولها خمسين مرة من هالمكان للأسف نبيع وطن من أجل كرسي نعم لحق كرسي تافه كريم ينقط في النهاية في المخازن في أحد يبيع وطن من أجل كرسي ودينار الدينار يروح والكرسي يروح مشكلتنا في بعض الأحيان اللصوص السياسيين اللصوص السياسيين والله لو يسمح لرقيب الإعلامي لقيتنا معظم اللصوص السياسيين ما هم إلا ناس يمارسون الرذيلة من أجل أن يكسبون الرذيلة اللي ضايقني لما الكل الشريف الموظف الشريف المسؤول الشريف ما يأخذ حقه أساس يخدم وطنه من خلال وظيفة الحكومية لك لم يتيت تعيناته من أجل الأحبة والأقارب رح تهدر الملايين من أجل فاسد صدقوني الكل رح يروح والله ثم والله ثم والله الكل رح يروح ونهايتنا قبر والله إن نهايتنا قبر وراح نتحاسب بالقبر وعلى كل دينار أخذنا رح نتحاسب عليه لو طلعت منهم في القبر وسألتهم اجتبوهم قالوا نصلي ولا نقول لا إله إلا الله ونرجع ما استولينا عليه ما استولينا عليه بالحرام لأصحاب الحقوق مشكلتنا عفوا مو مشكلتنا مشكلة البعض يرى إنهم مخلد وفرعون في الدنيا ما أحد مخلد شوية احترام لتاريخ الكويت شوية احترام للمواطن الفقير اللي يقول ما في بالكويت محتاجين فيه وبالآلاف اليوم تجاوز عدد المطلوبين لمديونيات الامية ألف وكل شخص وراء أسرة يعني تكلم على أكثر من خمسين بالمية أنا أتمنى الكويت تصير أحلى دولة وهي أحلى دولة لكن مشكلتنا في المجاملات واحترام اللص السياسي ادعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كانت الأصل في حال وعفوا علي طالع فاصل وارجع لكم اشتركوا في القناة